لالجيري السلام عليكم أعزائنا المشاهدين مرحبا بكم جميعا على قناتكم قناة فوت بوكس قناة القرى الجزائرية وأخبار المنتخب الوطني واللاعبين الجزائريين اليوم جيتنا نتكلم عن موضوع الدفاع في المنتخب الوطني الجزائري وعدم إشراك بالعيد لكن بداية وقبل ما ندخل في الموضوع عندنا ما تنساوش باش تصلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وحن رأينا في عشر الأواخر من شهر رمضان وهم من أعظم الأيام في السنة ربي يتقبل من الجميع إن شاء الله كذلك صحة فطوركم وصحة صحوركم وصحة رمضانكم يعني دائما نقول صحة صحوركم وصحة فطوركم لأنه ما نعرفش وقتها شي نزل الفيديو على القناة يعني الوقت اللي نزل فيه هذي هي إذا نزل قبل الصحور صحة صحوركم وإذا نزل قبل الفطور صحة فطوركم إذن اليوم جيتنا نتكلم عن بالعيد كلنا يعني بلا ستناء تسألنا لماذا بالعيد لم يلعب بالعيد تم استدعاؤه ولم يلعب لكن كلامنا غيز أثبت الكثير من الأمور نحن هكذا نحبه نحبه الأمور تكون واضحة تكون سالسة وتكون صارحة وأنا نتكلم عن نفسي أن نقنعني كلام نغيز صراحة هو يشوف الآن نزيد ونوضحه كلام نغيز أكثر ونتكلمه أكثر ونغوصه كما نقوله في الكلام نتعه باش الإخوة الكرام يفهموا الكلام جيدا وكذلك كين استنتاجات عديدة جدا رح نخرج بها اليوم من كلام نغيز يعني أكيد من كل كلام كين استنتاجات من وراء هذا الكلام نبدأ أولا واش قال نغيز نغيز قال بأنه بيتكوفيتش أراد أن يبحث عن مدافع يصاري كما تعرفوا قرة القدم الحديثة تحتمد على مدافع يميني ومدافع يصاري وعلاش باش يكون هناك إكيليب يكون هناك توازن في انتشار اللاعبين في الخروج بالكرة وكذلك في صناعة اللاعب من الخلف احنا شفنا جيدا أنه بيتكوفيتش يحتمد على صناعة اللاعب من الخلف وشفنا في أكثر من مرة بن طالبي يرجع يتوسط المدافعين لكن كنا نشوف بأنه بن طالب يجد صعوبة في إخراج الكرة ونشوف بأنه بن طالب ما عندوش ذاك البروفيل التالي يرجع يخرج الكرة وأنا أعتقد والله أعلم أن زروقي يمتلك هذا البروفيل وبنسبة كبيرة رح يقوم بهذا الدور خاصة لما يرجع بن ناصر وثنائية بن ناصر وزروقي هي اللي رح تكون في الارتكاز بنسبة كبيرة جدا وزروقي هو اللي يرجع اللي يصنع اللاعب من الخلف زروقي يرى اللعب جيدا يقرى اللعب بشكل ممتاز جدا كانت تكون اللاماحات مع بالماضي لكن لسوء توظيفه ما كانت تكتمل لك الفكرة لماذا؟ لأنه زروقي يحتاج إلى لاعبين يقدموا له الحلول وزروقي عنده سرعة إدراك الحلول يعني يقول للاعب اللي تكون عنده يعني يكون فيه الرياحية ويقدر يقدم يعني كرات الأمام وشفنا في هدف الثالث كما حللناه في القناة انتعنا كيفاش جات الكرة طلب الكرة في المساحة ومباشرة أعطاها لللاعب بنزية يعني هذا شيء ممتاز ما وش موضوعنا اليوم لكن نتكلم عن هذا الشيء بما أنه مكاش لاعب بوسط اللي يقدر يخر يدخل أو يرجع ويبني اللعب كان على بيتكوفيتش أنه يبني اللعب بالمدافعين وباش يبني اللعب بالمدافعين لازم له مدافع يميني ومدافع يساري هي بصفة عامة قرة القادمة تقدر تلعب بمدافعين يمينيين بصح مستحيل تلعب بمدافعين يساريين لكن كما قلت القرة الحاديثة والمدربين اللي يحتملوا البناء من الخلف لازم له مدافع يميني ومدافع يساري باش اللعب اللي تكون عنده الكرة لازم ما يخطأش في التمرير وتكون عنده حلول اعتقد هنا كل الأمور واضحة الاستنتاج الأول أو قبل ما نروحوا الاستنتاجات الآن بيتكوفيتش شاف بأنه بعد إصابة بن سبعيني بيتكوفيتش كان لازم عليه يلعب مدافع يساري مع اللعب ماندي وكذلك هنا لازم له يلعب مدافع يساري توقاي لعب في مكان بن سبعيني ومدام ما لعبش توقاي أنا نشوف بأنه لم يقتنع بتوقاي وهي صراحة أنه توقاي قام بكوارث في المباراة الأولى والله يشوف أنه الآن لو تقولوا لي انقارن بين توقاي ومدني مدني أفضل من توقاي توقاي لعب ممتاز لكن ما فهمتش واش سراله ما فهمتش أنا ماشي نتفرج عليه مع الترجي لكن الإخوة لرمي يشوفه مع الترجي ممكن يعطونك في التعليقات مستوى توقاي هل هو نفس المستوى المتراجع مع الترجي أم مع المنتخب فقط مستوى هرى متراجع لكن توقاي للأمانة كان عنده مستوى كارثي جدا في لقاء بوليفيا وبالتالي بيتكوبيتش ما يقدرش يحتمد على توقاي راح للحل الآخر المدافع اليسار الآخر كان واحد لهو مدني لذلك الآن الناس لا تكلموا علاش لعب مدني وملعبش اللعب بالعيد مدني كان لابد أن يلعبه هو ولا يلعب توقاي لو توقاي كان في المستوى أعتقد أنه بيتكوبيتش راح يلعب بتوقاي وكذلك بالعيد لأنه توقاي متمرس في المنتخب الوطني عنده خبرة في المنتخب الوطني لكن مدام توقاي ربما متراجع لازم يلعب مدني وما يقدرش يلعب مدني وبالعيد في مباراة وحده وهما مدافعين جديدين هذا يحتبر جنون هذا يحتبر يعني انتحار تخيل أنك تلعب المدافعين الأوسطين انتحك وجددوا ما عندهم مش خبرة مع المنتخب الوطني يعني الاخر راح تنتحر خاصة شفتم منتخب جنوب منتخب قوي جدا ومنتخب سريع ومنتخب سريع في الارتدادات سريع في الضغط سريع في بناء الهجمات في التوزيات يعني شفناهم هاجمونا بكل الطرق وبالتالي أن نشوف الآن هذه كانت خطوة ذكية جدا من المدرب ومن مساعده الآن التبرير وهو واضح وبتالي أعتقد أنه الأمور أصبحت واضحة الاستنتاج اللي نرجع أو نعاود نتكلم عليه هو أنه تقاي أعتقد أنه ما راحش يكون في التربوس القادم يتبقى بين قوسين إذا عاود رجع المستوى وكذلك إصابة بن سبعيني للأسف أنها الموزيم انتعوى وبتالي بن سبعيني ما راحش يكون حاضر معنا في مباراتي أغندا وغينيا إذن الآن الأزمة زادت يعني كثرت لكن هذه المليحة أنا نحب نشوف المدربين في الأزمة كيفاش يتعاملوا أنا نحب نشوفها كما عجبني الحال لما تأخرنا في المبارات الويدية باش نشوف المدرب كيفاش يتعامل مع التأخر نجح لأبعد حد خاصة مع منتخب جنوب إفريقي قوي جدا منتخب جنوب إفريقي اللي كاس إفريقيا كاملة تلقى ثلاث أهداف تخيلوا وشكون واجه ما واجهش أي منتخبات وشكون المنتخب الآخر وواجه الرأس الأخضر يعني منتخبات قوية رغم ذلك تلقى فقط ثلاث أهداف هنا نقول بأنه قدرنا مع منتخب منظم محتل المركز الثالث نرجعه في النتيجة هذا شيء مبهر جدا إذن غدو أنا إذا قدر الله يعني تأخرنا في النتيجة مع غينيا ما رحش نخافه ما رحش نخافه لأنه على الأقل الهجوم أنتعنا ثقة أنا مفضل أني تسجل علي ثنين هدف ونفوز بهدف سفر لأنه لما نوالف أني نسجل هدف ونفوز به لما ما نسجلش نحبس وصررنا هذا الشيء مع موريطانيا وصررنا مع السيرليون وصررنا مع غينيا الاستوائية وصررنا مع الكاميرون يعني في مبارايات مصيرية ما قدرناش نسجل أهدف كثيرة لما الهجوم انتعك ما يتعودش أنه يسجل أهدف كثيرة هنا يبقى المشكل نقول يتعود مع دفاعات منظمة ومع منتخابات محترمة مش نيجر وجيبوتي وجمعتهم مش نكون مصاريحين إذن قلوا بالتوفيق للمنتخب الوطني أعتقد أنه الصورة وصرت لكم والناس اللي رأيقول لكم قد سوفي بيتكوفيتش الحمد لله رأنا قلنا بأنه المنتخب دفاعيا كان كارثي كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى ورأنا نقوله بأنه بيتكوفيتش ما عندوش أعذار لازم عليه يلقى الحلول على الأقل من السبتمبر وديسومبر لازم يكون عندنا حلول للمشاكل الدفاعية وما تخافوش احنا بيتكوفيتش الآن رأنا نسانده فيه رأنا ندعمه فيه لأنه مدرب منتخبنا لكن لما يجي وقت الحسم ويفشل ما تخافوش ما تخافوش ما شرح ينقتسوه وانا نقول لكم من هذا المنبر بيتكوفيتش لو حقق كاس إفريقيا أنا لي نقول لكم سيبالابان تقتسوها لأنه لأنه لقدس برماضي يقدر يقدس بيتكوفيتش فاصل ما ما تقتسوهش لأنه احنا رأنا راحين أو نتكلم عن نفسي ما راح ننتقده إذا أخفق إذا قدر الله يعني أخفق احنا إن شاء الله ندو كاس إفريقيا ونروح لكاس العالم لكن إذا أخفق ننتقده وأنا من هذا المنبر نقدم تحيير خاوتنا المغاربة لأن كلهم أو 75% من الشعب المغربي الرياضي رايطال بإقالة الرجل أعتقد أنهم استفادوا من التجربة لنا المدرب المفلس يدير إنجاز ومعادي يسقط قاعدة 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 شوفوا المدرب المفلس تلقى دايماً يحتمد على القرينتا ويحش حد القرينتا ومن بعد يبث هذه الروح التنافسية وقرينتا في اللاعبين يدير بها إنجاز لكن من بعد ينفش كما البيبسي كما قلت تحولها الذك الفورة تلك البيبسي ذاك القاز اللي يخرج ومعادي ينفش وحده نفس الشي المدرب المحترم بالعكس لما يدير إنجاز يبني عليه المدرب الفاشل المفلس تسيبه يسقط بعد الإنجاز لأنه مفلس والإنجاز هذاك ما جاش عن عمل تاكتيكي ولا عن عمل فني وإنما جاء صدفة جاء فجأة وفي غالب الإحيان يكون يعني بيلغرينتا وعدة مدربين تخيلوا أنه مدرب ديماتيو الإيطالي فاز مع تشيلسي في 2012 بدور أبطال أوروبا تشيلسي كان يعاني يعاني كثير لدرجة أنه احتل المركز الخامس في الدوري الإيطال الإنجليزي ومتراجع كثير أقالوه قبل مباراة نابولي أقالو المدرب أعتقد كان مورينيو في ذلك الموسم قبل مورينيو نورمال لا لا مش مورينيو مورينيو ذاك الوقت كان مع معالي المادريد أعتقد فيلاش بواش أعتقد فيلاش بواش قلت أنه أقالوه جاههم من الربع يعني أي دوري أبطال أوروبا واش دار؟ دمعاهم دوري أبطال أوروبا واش ربح؟ ربح الباييرن في ميونيخ ما باييرن هانكس للعام اللي وراه الدثولاثية واش دار ديماتيو بعد أربع أشهر من بداية الموسم الموالي طردوه لأنه مفلس يعني هنا نفهم أن المدرب المفلس يمكن أنه يستغل ظروف خاصة في البطولات المصغرة أو البطولات المجمعة أو بصفة عامة بطولات الكؤوس لكن الإفلاس ما يديكش بعيد نقطة إلى السطر إذن بالتوفيق لمنتخبنا أعزائي المشاهدين واشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر